سؤال من السويد لماذا لم يذكر كتاب سليم بن قيسن الهلالي معركة كربلاء سؤال مهم الأهم سيكون في تفاصيل الجواب لماذا لم يذكر كتاب سليم بن قيسن الهلالي معركة كربلاء خصوصا وأن سليم بن قيس توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة وواقعة كربلاء حدثت في أول السنة الحادية والستين للهجرة كان حياً كان موجوداً فلماذا لم يذكر سليم بن قيسن الهلالي في واقعة كربلاء مثل ما جرت في كتابه قطعاً هو ما كان موجوداً في كربلاء حينما حدثت الواقعة لكنه كان حياً يرزق وبقي موجوداً وبقي موجوداً أيام الحجاجي ابن يوسف الثقفي وتوفي في أيام حكمه في العراق توفي سليم بن قيس في إيران بعد أن فر من الحجاج الثقفي الذي كان يبحث عنه إنه يريد تصفيته الجسدية يريد قتله ففر إلى إيران وتوفي هناك في السنة السادسة والسبعين للهجرة السؤال واضح لماذا لم يذكر سليم بن قيس واقعة كربلاء في كتابه حتى وإن لم يكن موجوداً في الواقعة وإن لم يكن حاضراً مع أن كتاب سليم بن قيس تعرض للتحريف والتصحيف وسقط منه ما سقط لكن لا يوجد احتمال أن سليم تحدث عن واقعة كربلاء وما وصل إلينا هذا الاحتمال لا محل له من الإعراب من خلال الكثير من القراءة لا بد أن نعرف شيئاً عن شخصية سليم حتى تتضح أصورة وأنا أريد أن أضع بعض المعلومات بين أيديكم لا لأجل الإجابة على السؤال وإنما وجدت السؤال فرصة كي أوصل بعض المعلومات المهمة والمهمة جداً هل تعلمون كم كان عمر سليم بن قيس حينما كان يؤلف هذا الكتاب هذه الطبعة من كتاب سليم بن قيس إنها الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري وهي في ثلاثة أجزاء الجزء الجزء الأول مقدمات على سبيل التحقيق والجزء الثالث فهارس أما نص الكتاب فهو في الجزء الثاني وهو هذا الذي بين يدي إنها الطبعة الثانية 1416 هجر قمر مطبعة الهادي قموا المقدسة صفحة 805 قال أبان أبان هذا هو الذي أوصل كتاب كتاب سليم بن قيس إلينا لأن سليم مات عندهم وهو الذي سلم الكتاب لأبان حكاية مفصلة قال أبان سمعت سليم بن قيس يقول يتحدث وسألته هل شهدت صفين سليم هذا كان مع أمير المؤمنين من خواص أمير المؤمنين كان مع أمير المؤمنين في الجمل وكان معه في صفين وكان معه في النهروان وكان معه في الكوفة وكان واحدا من قوات النخبة كان من شرطة الخميس هؤلاء الذين عهدوا أمير المؤمنين عهدوه على دمائهم شارطوه على دمائهم أن يضحوا بدمائهم بين يدي سليم هذا واحد منهم واحد من شرطة الخميس هذا كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة وكان من شرطة الخميس يذكر الأسماء وسليم ابن قيس الهلالي من جملة الأسماء التي ذكرها وكان من شرطة الخميس هؤلاء الذين شارطوا أمير المؤمنين واشترطوا على أنفسهم الوفاء هؤلاء هم الغديريون الذين صدقوا العهد الغديرية مع أمير المؤمنين وكان من شرطة الخميس وسليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه في الصفحة السابعة من المصدر نفسه أصحاب الحسين بن علي جميع من استشهد معه هؤلاء أصحاب الحسين جميع من استشهد معه ومن أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه حبيب مظهر إنه حبيب ابن مظاهر في بعض النسخ هكذا يكتب تصحيف التسمية الصحيحة حبيب ابن مظاهر حبيب ابن مظاهر وميثم التمار لا كما يتلفظ على الألسنة ميثم التمار ميثم بكسر الميم وميثم التمار ورشيد الهجري لا كما يتلفظ أيضا رشيد الهجري رشيد الهجري حبيب ابن مظاهر وميثم التمار ورشيد الهجري وسليم ابن قيس الهلالي معدود في هذه الطبقة هذا رجل على منزلة عالية معدود في هذه الطبقة هؤلاء هم أصفياء عليا هؤلاء هم حملة أسراره حبيب ابن مظاهر ميثم التمار رشيد الهجري سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليهم جميعا أعود إلى ما يحدثنا به أبان عن سليم بن قيس سأله هل شهدت صفين فقال نعم قلت هل شهدت يوم الهرير من أشد أيام صفين ومن أشد ليالي صفين يوم مشهود هل شهدت يوم الهرير قال نعم قلت كم كان أتى عليك من السن قال أربعون سنة إلى آخر ما جاء في الحديث فكان عمر سليم في واقعة صفين قد بلغ الأربعين سنة واقعة صفين متى حدثت حدثت في السنة الثامنة والثلاثين للهجرة هذا يعني أن سليم كان قد ولد قبل الهجرة بسنتين لأنه هو الذي يخبر عن نفسه من أن عمره كان في الأربعين حينما كان في واقعة صفين وواقعة صفين حدثت في السنة الثامنة والثلاثين للهجرة فهذا يعني أن سليم ولد قبل الهجرة بسنتين لذا لا وجود له أيام رسول الله لأنه كان صغيرا عند أهلي ولا وجود له في خلافة أبي بكر أيضا لكنه كان موجودا أيام خلافة عمر لأنه نقل من الأحاديث ما نقل عن سلمان المحمدي وسلمان المحمدي كان موجودا في المدينة إلى السنة السادسة بعد العاشرة في هذه السنة خرج سلمان من المدينة باتجاه المدائن حيث صار واليا على المدائن أيام خلافة عمر بترتيب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هناك من الأحاديث التي رواها سليم ابن قيس صفحة ستمية وخمسة وسبعين إنه الحديث الرابع عشر سليم يقول انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذار والمقداد إلى آخر ما قال سلمان كان موجودا في مسجد رسول الله في تلك الحلقة التي كان يتحدث فيها أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذن سليم كان في المدينة حينما كان سلمان موجودا فيها فهذا يعني أن سليم كان أيام خلافة عمار ونقل الأحاديث عن سلمان قبل أن يذهب إلى المدائن لأن سلمان ما رجع إلى المدينة بعد ذلك وإنما توفي في المدائن وقبره معروف في المدائن كم سيكون عمره عمر سليم دون العشرين دون العشرين فهو قد ولد قبل الهجرة بسنتين مثل ما بيّنت لكم قبل قليل وسلمان رحل عن المدينة في السنة السادسة بعد العاشرة فعمر سليم دون العشرين كان شابا يهفحا نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها من أن أكثر أصحاب الأئمة وخصوصا الذين حملوا الأسرار عنهم كانوا في هذا العمر جابر الجعف قدم المدينة أيام الإمام السجاد وهو دون العشرين وهكذا زرارة وهكذا هشام بن الحكم وهكذا هشام بن سالم وهكذا المفضل بن عمر وهكذا جميل بن دراج وهكذا وهكذا الحكاية طويلة وحتى إذا رجعنا إلى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه جمع حوله في مكة الشباب اليافع نقطة تستحق أن نقف عندها طويلا كي نعرف من أن الفكرة التي تهيمن على العقل الشيعي من أن مراجع الدين لا بد أن يكون في أواخر أعمارهم هذه فكرة شيطانية حملة أسرار العترة الطاهرة كانوا دون العشرين في العشرينات وحتى دون العشرين الأئمة كانوا يأمرونهم أن يجلس بين الناس وأن يتحدثوا وأن ينشر العلم والحكايات موجودة والروايات واضحة في كتبنا على أي حال سليم بدأ جهاده وهو دون العشرين وجمع وجمع لنا من الحقائق والوثائق التي يقول عنها إمامنا الصادق ماذا يقول إنني أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل للمحدث النوري وهذا هو الجزء السابع عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في صفحة الثامنة والتسعين بعد المئتين إنه الحديث الثاني والأربعون عن صادق العترة صلوات الله عليه من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء هذه الوثائق الأساسية هذه أبجديات العقيدة من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا سيدي سيدي أيها الصادق المصدق ماذا تقول للمراجع الذين ينكرون كتاب سليم إنهم مراجع النجف وكربلاء وينكرون المضامين الموجودة فيه هذا هو الفاصل بين ثقافة قناة القمر وبين ثقافة الطوسيين في النجف وكربلاء هذا هو الفاصل الواضح من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة هذه الأبجديات وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد في ضوء هذه الكلمات ماذا تستشعرون من منزلة وموقع الزهراء في عقيدتنا إنها القيمة على الدين فكتاب سليم يخبرنا عن خيانة الأمة لبيعة الغدير ويخبرنا عن جريمة الصحابة حيث قتلوا الصديقة الكبرى قتلوها تعذيبا وضربا ورفسا هذا هو كتاب سليم الصادق هكذا يقول من لم يكن عنده من شيعتنا إذن كم له من الفضل في أعناقنا هذا الرجل فضله له أول وليس له آخر رضوان الله تعالى عليه بطل من أبطال الجهاد في ساحة الزهراء وآل الزهراء هذه الوثائق والحقائق مع قوتها مراجع النجف وكربلاء ينكرونها قولوا لي ماذا لو لم تكن هذه الوثائق أين سنذهب أين سنعطي وجوهنا سنسلم أمرنا لهؤلاء السفلت من مراجع النجف وكربلاء الذين ينكرون حقائق ثقافة العترة الطاهرة مع وجود هذه الوثائق ومع وجود هذه الحقائق وهم ينكرونها ينكرونها ويسفهونها من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيسن الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سليم هذا مثل ما قلت لكم صاحب أمير المؤمنين وصاحب الأئمة من بعده صاحب إمامنا الحسن وصاحب سيد الشهداء في كتاب سليم بن قيس فلما كان قبل موت معاوية بسنة حج الحسين بن علي صلوات الله عليه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر معه فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم ومن الأنصار من أنصار رسول الله ممن يعرفه الحسين عليه السلام وأهل بيته ثم أرسل رسلا لا تدعو أحدا ممن حج العام هذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفين بالصلاح والنسك إلا اجمعوهم لي فاجتمع إليه بمنا أكثر من سبعمائة رجل وهم في سرادقه في خيمة كبيرة عامتهم من التابعين ونحو من مئتي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغير هؤلاء وغيرهم فقام فيهم الحسين عليه السلام خطيبا وبين الكثير من الحقائق وهذا يخبرنا من أن الحسين قدم الإعلام والثقافة والمعرفة قبل السيف هذا الكلام قبل موت معاوية بسنة وواقعة كربلاء حدثت بعد موت معاوية مباشرة سليم موجود ها هو يوثق لنا هذه الواقعة لكنه لم يكن حاضرا في واقعة الطفوف قد تقولون ما هو المانع الذي منعه هل أو دعوه في الحبس لا يوجد شيء يشير إلى هذا هناك أمر لا بد أن أشير إليه مجموعة من الشخصيات المهمة لم تحضر في الطفوف ليس لأنهم مقصرون هؤلاء جزء من البرنامج الحسيني محمد بن الحنفية عبد الله بن جعفر جابر بن عبد الله الأنصاري كميل بن زياد كان حيا قنبر خادم أمير المؤمنين سليم بن قيس هذا من شرطة الخميس ممن شارطوا على دمائهم هؤلاء وآخرون من هم في هذه المنزلة كانت عندهم مأموريات سليم مأموريته أن يحفظ هذه الوثائق مثل ما ترك إمامنا الحسين فاطمة بنته في المدينة هذا الذي نتحدث به عن أنها كانت عليلة كانت مريضة لكن المرض كان جزءا من البرنامج الإمام ترك عندها مواثيق النبوة ودلائل الإمام إنها مجموعة الوثائق المهمة التي تنتقل من إمام إلى إمام سيظهرها الإمام الحجة للناس حين ظهوره الشريف الأئمة لم يكون بحاجة لهذه الوثائق لكنها الوثائق التي ترتبط حتى بالأمم السابقة والأديان السابقة والأنبياء السابقين هذا موضوع مفصل في بابه فبقيت فاطمة بنت الحسين في المدينة تحافظ على هذه الوثائق وبقيت عندها حتى رجع إمامنا السجاد إلى المدينة فسلمته تلك الوثائق سليم ابن قيس مأموريته أن يحافظ على هذه الوثائق ومع أنها حرفت وصحفت لكنها بقيت قوية وواضحة وجلية رضوان الله تعالى على سليم فلم يكن من مأموريته أن يجمع وثائق عاشورا مأموريته هي هذه أن يجمع الوثائق الفاطمية ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يافعا لا يتوقع أحد في المدينة أنه كان يؤلف كتابا في ذلك الزمان في زمن الصحابة فيه ما كانوا يفقهون شيئا وكان سليم ابن قيس هذا يؤلف لكنه ليس تحت نظر الناس إنه يذهب إلى المجالس ويذهب إلى كبار الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر ويسأل أمير المؤمنين فكان يحفظ الأحاديث وبعد ذلك يثبتها وإلا في زمن كزمن عمار لا يستطيع أحد أن يكتب بمرأة ومسمع من الناس الجواسيس سيحدثون عمر بهذا عمر بن الخطاب كان يضرب رؤوس الصحابة بالعصى بالعصى ينزل على رؤوسهم بالعصى حينما يحدثون بأحاديث رسول الله ولقد فعل هذا بأبي هريرة وغيره الحوادث مذكورة في كتب التأريخ سليم هذا مأموريته أن يجمع هذه الوثائق وأن يحافظ عليها وحدثت واقعة عاشوراء وسليم كان بعيدا عنها كان يتنقل في البلدان وماذا كان يحمل معه يحمل معه الكتاب الرجل لم يكن تاجرا ولم يكن يحمل البضائع أو أنه يحمل ما يحتاجه أهله له كان يحمل معه هذا الكتاب ينقله من مكان إلى مكان كان متخفيا يخاف على هذه الوثائق إلى أن طلبه الحجات ففر من الحجات وذهب إلى إيران توفي هناك وسلم الوثائق إلى أبان وأبان هو الذي أخذ هذه الوثائق وعرضها على إمامنا السجاد ووثقها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة خمسمية وسبعة وخمسين لما قدم الحجاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه هذا الكلام يقوله أبان الذي أوصل الوثائق إلينا لما قدم الحجاج الحجاج قدم العراق في السنة الخامسة والسبعين للهجرة وسليم توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة انتهت المأموري رضوان الله تعالى انتهت المأموري لما قدم الحجاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه فوقع إلينا بالنو بندجان في إيران متواريا فنزل معنا في الدار كان ساكنا معهم إلى آخر الحكاية وتفاصيلها فهو قد فر من العراق في السنة الخامسة والسبعين حينما قدم الحجاج إلى العراق ذهب فارا متواريا إلى إيران يحمل معه هذه الوثائق كان عارفا من أن المأمورية قد انتهت فسلم الوثائق إلى أبان وأبان هذا حمل الوثائق كي يتأكد منها حملها إلى الإمام السجاد ووثقها إمامنا السجاد وها هي بين أيدينا تعرضت للتحريف للتصحيف لكن الحقيقة بقيت واضحة إنه برنامج هندسة العترة للمحافظة على دينهم وعلى حديثهم نذهب إلى فاصل أعتقد أن الأمر بات واضحا من أن سليم بن قيس كانت مأموريته أن يحافظ على الوثائق الغديرية والفاطمية إنه كتابه الذي وسمه إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنه أبجد الشيعة مثل ما ذكرت لكم شخصيات أوكلت إليها مهمات خاصة محمد بن الحنفية عبد الله بن جعفار إلى الأسماء الأخرى التي ذكرتها لكم أقرب لكم الفكرة بمثال ميثم التمار ميثم التمار حينما زار أم سلمة قبل استشهاده ماذا قالت له أم سلمة قالت له كنت أسمع رسول الله يذكرك في الليل كنت أسمع رسول الله يوصي بك عليا في ذلك الوقت ميثم التمار كان صغيراً كان في إيران ميثم التمار إيراني وبالمناسبة كلمة ميثم لا معنى لها باللغة العربية ولا معنى لها باللغة الفارسية اسمه الفارسي ميهن ولكنها طريقة للتعريب على ألسنة العرب فحولوا ميهن إلى ميثم فلا معنى لكلمة ميثم في لغة العرب ولا معنى لها في اللغة الفارسية اسمه الفارسي الأصل ميهن وميهن تعني وطنا عربت فصارت ميثم ميثم التمار أم سلمة تقول له كنت أسمع رسول الله يذكرك في الليل في صلاته ويوصي علي بك ميثم هذا إذا أردنا أن ندرس الأيام الأخيرة من حياته ميثم كان بإمكانه أن يلتحق بالحسين لكن ميثم كانت له مأمورية ميثم كان في الحجاس ورجع مسرعا إلى العراق كان بإمكانه أن يلتحق بالحسين حينما كان الحسين بالحجاس لكنه لم يلتحق بالحسين كان بإمكانه أن يذهب إلى مكان بعيد رجع وهو يخطط للإصطدام بعبيد الله بن زياد واصطدم بشكل قوي بعبيد الله بن زياد كان يخطط كي يدخل إلى الحبس مأموريته في الحبس هو الذي أعد المختار المختار حينما خرج من الحبس خرج معدا بشكل كامل الذي أعده ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه أعد ميثم التمار المختار الثقفي وجمعا من الذين خرجوا في طلب الثأر الحسيني مع المختار فميثم في الحبس أعد المختار إعدادا معرفيا ثقافيا في فترة وجيزة جدا والمختار كان نابغة كان نابغة كان يتقد ذكاء كان شخصية مميزة جدا أعده إعدادا كاملا بحيث أن المختار حينما خرج من الحبس ما كان يحتاج إلى شيء كان يحتاج إلى وقت مناسب كي يرفع رايته وهذا هو الذي حدث بالفعل وإذا قرأنا تفاصيل ما جرى على ميثم فإن ميثم هو الذي جعل عبيد الله بن زياد أن يقتله لأنه صر على عبيد الله بن زياد من أنك ستفعل معي الذي أخبرني به أمير المؤمنين وحاول عبيد الله بن زياد أن يكذب أمير المؤمنين لكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا بعد ذلك طبق كل كلمة قالها ميثم في مجلسه في مجلس بن زياد من أن أمير المؤمنين قد أخبره بذلك وهذا كله بمسمع من أهل الكوفة وأخبرهم أخبرهم ميثم بالوقائع القادمة وبمجيء الحسين وماذا سيجري فكان لميثم من الأمر والمأمورية الخاصة به هذه مأمورية ميثم مأمورية سليم أن يوصل إلينا هذه الوثائق أبجد الشيعة وثائق فاطمة هذه وثائق الجريمة والخيانة التي ارتكبها الصحابة من المهاجرين والأنصار وصلت إلينا المخلصون من أولياء محمد وآل محمد آمنوا بها ونشروها بقدر ما يستطيعون لكن الخونة من كبار مراجع النجف وكربلاء ينكرونها ويضعفونها وتلك كتبهم وتلك آراؤهم وقد تحدثت عن هذا كثيرا في برامج السابقة لا أريد أن أعيد ما ذكرته من كلام بهذا الخصوص صار واضحا للسائل العزيز الذي سأل هذا السؤال المهم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر